تشهد مصر نهضة تنموية كبيرة في جميع المجالات ولسيما في مجال للارتقاء بالإنسان المصري ثقافيا وفكريا فقد وضعت مصر نصب أعينها هدفا وهو الوصول بالثقافة والفنون والأداب لجميع المحافظات خاصة المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد الذي احتضلت بعد توقف دام عامين مؤتمر أدباء مصر في نسخة الخامسة والثلاثين حدث ثقافي كبير وبعد توقف لمدة عامين ولأول مرة في محافظة الوادي الجديد انطلقت فعاليات مؤتمر أدباء مصر في دورته الخامسة والثلاثين في مصرح سينما هيبس بالخارجة ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي وقصر ثقافة الخارجة كان أول مرة دورة 35 تعمل في محافظة حدودية والحمد لله الفكرة بقالها أبطى أربع شهور والحمد لله سيدة وزيرة الثقافة كنا نسانا معها عزم التمر وهي كان بيتين لتحادتها اللي كان فيه ظرف صحي بأمانة كان ستبقى موجودة معانا نهاردة شرفنا للكاتب الكبير محمد سلماوي وربعمائة أديب من ربوع مصر كلها فده كان أكبر حدث يتم أدبي في هذا العام وهتبقى الوادي الجيد سيبقى عاصمة الثقافة المصرية خلال عام 20 فالموضوع النهاردة افتتاح لكن الشرح المستمرين طول العام المؤتمر يُعقد تحت شعار الفعل الثقافي ومشكلة المعنى بمشاركة 350 من الباحثين والنقاد وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها تنفيذ العديد من الندوات الثقافية والحوارات بالعديد من المواقع الثقافية بقرى ومدن الوادي الجديد نقاد هذه الدورة على أرض الوادي الجديد بتعني لنا الكثير حضرتك عارف أنه مبدأ العدالة السقافية ومبدأ الدستوري بامتياز والوادي الجديد لم تحظى بتنظيم هذا المؤتمر طوال عمره المديد حوالي 35 دورة أعتقد أنه قبول سيد محمد الزملوت محافظ الوادي الجديد أن يستضيف هذا المؤتمر إنما ينم عن وعي بدور الثقافة في التنمية وأعتقد أيضا أنه المناقشات البحثية والمواقع المستديرة والزيارات الأسرية كل هذا سيحدث حراكا عظيما جدا على أرض الوادي الجديد خاصة أنها أعلنت محافظة للثقافة المصرية لمدة عام المؤتمر شهد تكريم عدد من الأدباء والأديبات والنقاد فضلا عن تكريم الهيئة لأسماء عدد من كبار الأدباء الراحلين ده أكبر دليل أنه الدولة تهتم بتحقي مبدأ العدالة الثقافية ووزارة الثقافة تعمل في برنامج عمل الحكومة توجهات معالي الوزيرة الدكتورة نيفين أنه إحنا نبتدي نشتغل في الأطراف مش بس داخل العاصمة أنه إحنا نذهب بالثقافة اللي بستحقيها ومريديها الحقيقة ما لمسناه من دعم سيد المحافظ اللي والزاملوت في الوقت الجديد من حفاوة وترحاب كل أدباء مصر اللجوم شافوا قطار التنمية شافوا البنية التحتية اللي بتحصل في الوقت الجديد سواء في الخارجة أو في الدخلة إنما هذا يؤكد على مصرنا الحديثة على الجمهورية الجديدة والخطوات التي تبزل والجهود التي تبزلها الدولة من أجل الارتقاء بالمواطن المصري وبناء الإنسان المصري وقدمت فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة بالإضافة إلى إصدار أغنية للمؤتمر عن محافظة الوادي الجديد دورة 35 لمؤتمر أدباء مصر في الوادي الجديد وإعلان محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة لمدة عام طبعاً ده حدث تاريخي ونقلة ثقافية حضرية تاريخية في تاريخ محافظة الوادي الجديد الوادي الجديد كان لها نقلة عمرانية وزراعية خلال السنوات الأخيرة الماضية ولكن اليوم الوادي الجديد تحتفل وتنتقل نقلة ثقافية كبيرة جداً باستضافتها لمؤتمر أدباء مصر وإعلان الوادي الجديد عاصمة للثقافة للعام 2020-2023 مؤتمر عريق يمثل كل أدباء مصر بدون تفرقة بين محافظة وأخرى ويلقي الضوء على محافظة الوادي الجديد